باش موانس محمد، أنت وزميلك بتمثلوا بريقة أمل كبيرة لمستقبل مصر الـ Artificial Intelligence، أنتو ده المشروع بتاعكم وعملين فيه شغل فعلاً أكتر من رائع ومبهر فعلاً عايزك تحكي لنا عن الـ Project بتاعك الرحلة بدأت من العالمين الجديدة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أم أمر يبقى فيه مدينة زكية فبدأ يبقى فيه كلية للزكاة الاصطناعية موجودة في العالمين الجديدة وهي في الأكاديمية البحرية في فرع العالمين الجديدة يبقى روبوتكس والبرانش بتاع روبوتكس أكتر في مصر فبقى عندنا روبوت بتعمل حاجة اسمها Home Assistant أو تحت الكاتيجري Home Assistant اللي هي تبقى بتساعد في البيت بتروح تجيب حاجة ممكن تقابل الضيوف إحنا كان عندنا كذا تارجت يعني آخرهم اللي إحنا يبقى عندنا بروديكت فعلي يطالع من جوة كلية وهو روبوت المفروض يساعد في كاتيتشينج أساستنت يعني كمان للطلبة واللي إحنا دلوقتي بقى عندنا large language model زي شات جي بي تي أو زي جي بي تي بس based on palm دي open source بس إحنا بنطوره عندنا جوة الكلية عشان يساعد الطلبة من غير فيز زي ما شات جي بي تي أو حاجة شبه كده فده تارجت من التارجتس عندنا فأنتوا قدرتوا تعملوا روبوت يقدر يتكلم مع الطلبة ويوجههم بالظبط كده يقدر يتكلم مع الطلبة ويوجههم يساعدهم في الحاجات اللي وقفة معهم جوة الماتيريالز بتاعتهم بتاعت المواد بتاعتهم يساعد كمان الانستركتورز نفسهم اللي هما يحضروا الماتيريالز بتاعتهم بسهولة أكتر إحنا الحمد لله من أول سنة قدرنا اللي إحنا نكسب مركز أولى على مستوى العالم في مصابقة روبوكاباتهم في تايلند كم دولة كانت مشاركة؟ تقريباً 40 دولة إحنا بدأنا من أول ما بدأنا نشتغل وجبنا الروبوتات إحنا كنا بنشتغل يعني كنا بنباد في الكلية حرفياً مع الطلبة والطلبة فعلاً كانوا بيبزولوا مجهود قوي جداً 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 الحمد لله إحنا كمان من أول مشاركة إحنا كسبنا مركزين مش مركز أول إحنا سافرنا بـ 2 teams واحد أخذ مركز أولى على مستوى العالم واحد أخذ مركز خامس على مستوى العالم وكل بضو من الدعم اللي لقناه من الدولة ومن الأكاديمية العربية ومن جمعة الدولة العربية في صراحة يعني ابتديتوا المشروع إزاي؟ القصة ابتدت من الأول اللي إحنا جبنا الروبوت بتاعتنا من أمريكا بدأنا نشتغل عليها الحمد لله الأول إحنا شترينا team من الروبوت اللي حضرتكوا شايفينه ده اسمه Nao ده مفروض اللي هو بيلعب كرة قدم ده الفريق الوحيد اللي موجود في الشرق الأوسط كله أصلاً يعني مفيش دولة عندها فريق كامل بتشارك به في المسابقة يعني حالياً إحنا الجامعة الوحيدة في الشرق الأوسط اللي عندها فريق كامل من الروبوت Nao تقدر تشارك به في المسابقة تشتريتهم بالكامل عشان تتعلموا عليه بالضبط كده وبعد ما تعلمنا عليهم قررنا بقى اللي إحنا يبقى عندنا تو موديلز إحنا اللي عملينهم من الروبوتات تاني مرحلة بعد الروبوت Nao كان بقى الروبوت بيبر الروبوت بيبر هي هوم أسستنت عشان تساعد في البيت تفتح الباب تجيب مية تجيب الرموت تاخد بالها من الأطفال وجات الفكرة اللي إحنا عندنا تو بروديكتس طلعين من الكلية صناعة مصرية كاملة كل بارت فيه معمولة في مصر معمولة جوة الكلية عندنا حتى البرد بتاع الكنترول بتاعته وكل حاجة بتبقى إحنا اللي عملنا السيستم بتاعه كامل من أولو الأخو ده ديزاين باية الطلبة والمهندسين والمعايدين جوة كلية ذكاية الصناعة إحنا عندنا تارجت اللي إحنا يبقى عندنا تو فيرجن فيرجن شبه النور كده كبير ده هيبقى موجود في الجامعات كلها بيساعد كل الطلبة في كل المواد بتاعتهم بيساعد المعايدين والدكاتري اللي هم هحضروا الماتيريالز بتاعتهم كمان شبه آي روبوت صح؟ انتوا استلهمتوا شكلوا من فيلم آي روبوت بتاع ويل سميس آه مظبوط كده مظبوط والتاني فيرجن هتبقى أصغر منه شوية بقى دي اللي هتبقى في المدارس كمان إحنا عندنا تارجت اللي الزكاية الصناعية بقى بيساعد في كل المدارس والجامعات وكل مكان فيه تعليم في مصر إن شاء الله يعني